السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و مرحبا بالجميع مجددة في القناة وصفة اليوم هي الطاكوس بطريقة اليوم ان شاء الله تعجبتها لكم سهلة ومسيطة والنتيجة رائعة كجبنينة ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفة اول حاجة عندنا يأتوا بالجاج عندهم تبلغ تقريبا 1-4 كز زيت المائدة او تخلطوا زيت المائدة زيت المائدة وزيت السيتون سوف نكتب لكم التتبيلات هنا وكذلك سوف نقول لكم الجاجة تحتوي على المبارع بالليل تحتوي على العلبة دانون مسوس أو ياغورت مسوس و شوية الملحة شوية الكامون نصف مغرفة واحد مغرفة كبيرة بابريكا واليفزار شوية سكنجبير والليمون هذه هم المكونات الكامون نصف مغرفة نصف مغرفة صغيرة في الأخر حتى طيب تحرق يجب أنها مزيونة سوف نقلي منازلت بعد أن تسخن نقوم بها شرائح رقيقة شرائح مزيونة سوف نقوم بها تشحر لكن العفية تكون عالية و يتجيع الماء و يقسح و يضعها و يجير طب و يتجيع الماء و تعليق و يرتب و يصف مغرفة نضيف ملعقة صغيرة الكامن نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة لا تنقل لنا لا تقل للمقلة ترخي الوضع تباوز 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 توابيل فلفل حمرة كامون نبغي قليلة من الملح نضيف التواويل نضيف التواويل نضيف التواويل نضيف الطعام نضيف الطعام نضيف الطعام نضيف الطعام نضيف الطعام القطر الدائرة 30 سم القطر الدائرة 30 سم ونضيف الطعام 18 حبة 45 درام 18 حبة 8 درام نضيف الطعام نضيف الطعام الضيف أفرق طعام لفطاكوس أشكرا لها بطاطا مقلية أقوم بطاطا مقلية لا تفزق الحبز و لا تفزق المايونيز فلفل نضغط جبن المزارلة نضغط جبن المزارلة نضغط جبن المزارة نضغط جبن المزارة نضغط جبن المزارة تفريش المايونيس تفريش المايونيس تفريش المايونيس تبقى البطاطس مقلية الفلفل وبصر تبقى الدجاج تفريش المايونيس سمتع الجبن نمتع جدت تبقى البطاطس أقوم بتجربة الطريقة نمتع الطريقة وهو الطريقة ابتدام طريقة طريقة ميكسيكية هذه الطريقة افل في وصفة المكسيكية كثيرا رائعة نستمر الان نحن نحن بريسا سوف نكمل الكمية التي لديها كمية سوف نقوم بسرعة سوف نقوم بسرعة نقوم بسرعة سوف نقوم بسرعة نقوم بسرعة نقوم بسرعة نقوم بسرعة نتمنى أن يجبونكم سوف يجرز سوف نقوم بسرعة سوف نكمل سوف نكمل سوف نقوم بسرعة نجل من المخص persönير لضيء نستمر نكمل كمية اللي عندي كاملة بنص الطريقة كانت من البنات يكونوا عجبتكم الوصفة وكذلك تجربوها مقاريرا نقول لكم حتى الوصفة القادمة إن شاء الله شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء